الكابت الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يهنئ رجال اليد بالتتويج بالسوبر الإفريقي والتأهل لمونديال الأندية كابت محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وجه التهنئة إلى الفريق الأول لكرة اليد رجال وجهزهم الفني والإداري والطبي بعد الفوز ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الزمالك مساء اليوم والتأهل لبطولة العالم للأنديه أشهد رئيس النادي الأهلي بالجهد الكبير للعبين والجهاز الفني وكذلك الأداء الرجولي والروح العالية والسلوك المميز طوال المباراة جاء أيضا في تهنئة رئيس النادي أن الفوز ببطولة السوبر الإفريقي والتأهل لكأس العالم للأنديه بالمملكة العربية السعودية بداية طيبة في مشوار طويل خاصة أن الفريق سوف يخوض بعد أيام قليلة منافسات قوية في البطولة الإفريقية للأنديه أبطال القؤوس وأنه على ثقة كبيرة بأن هذا الفريق الذي يتم إعداده للمستقبل بعناية ويضم بين صفوفه مجموعة من اللاعبين صغار السن سوف يلقى دعم جماهيره الوفية لأنه قادر وبإذن الله على تحقيق النتائج التي تليق بالنادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم الكل بينتظر من شباب النادي الأهلي النهاردة أدي إيه كنا مبسوطين النهاردة أن نحن كسبنا هذه البطولة أنت مش كسبت المنافس التقليدي بتاعك فقط أنت مش كسبت واحد من أقوى وأكبر وأهم الفرق اللي موجودة في مصر وأفريقيا في كرة اليد فقط لأ أنت كمان صعدت إلى كأس العالم للأندية زي ما حضراتكم شفتوا حاجة محترمة جدا جدا في ظل ظروف كانت صعبة في ظل فقدانك لكأس لبطولة الدوري في ظل فقدانك لبطولة الكاس بيعود كوماندوس النادي الأهلي مرة أخرى والحقيقة ما حدث قبل المباراة احنا كلنا كنا بنشوف الاستعدادات وإن اللاعبة راحت المغرب وقعدت في المغرب أربعة أيام في معسكر لمدة أربعة أيام طلبوا الجهاز الفني وبالتالي تم تلبية الدعوة من مجلس الإدارة أن اللي انتوا عايزينه هنعمله لأن ثقاتنا كبيرة جدا جدا فيكم علشان احنا عارفين أن انتوا شباب زي الفل وحتقدروا تجيبولنا السوبر الإفريقي وده حصل بالفعل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر